السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالطلاب الصف الاول السنوي. معكم الاستاذ سماعيل معروف معلم اول رياديات لدرس التكتبار التعليمية. النهاردة هنتابع مع بعض درس الهندسة. اخر درس الهندسة خدنا مع بعض. كنا اتكلمنا على تشابه مسلسين. وقلنا انت مسلس شبه مسلس. تعال فكرت كده بسرعة. قلنا عندنا خمس طرق. هما ثلاث حالات. لكن احنا عندنا خمس طرق عشان الطالب وهو بيحل اي سؤال يعرف ان السؤال ده على درس التشامل. في اول طريقة اتفانة مع بعض لو عندي مسلس. ومسلس تاني. انت دول يشابه بعض. اعرفه يشابه بعض انت. قلنا لو عندي زاويتين بيساوه بعض. عندي زاويتين بيساوت بعض. هو المحطيات الي فيه زاويتين بيساوه بعض. اعرف ان المسلس ده بيشابه المسلس. الطريقة التانية. قلنا لو شفت لو شفت مستقيم بيوازي احد اضلاع المثلث ادي مثلث اهو وكان عندي مستقيم بيوازي احد اضلاع المثلث ويقطع الدلعين الاخرين فان المثلث الناتج يشابه المثلث الاصلي ودي تعتبر نتيجة على الحالة احنا قلناها اللي هي الحالة دي ايه كمان قلنا ودي مهمة جدا وهنا استخدمها كتير قلنا لو عندي مثلث قائم عندي مثلث ايه قائم ونزل من رأس القيم عمود قلنا ينقسم المثلث الى مسلثين متشابهين وكل من هما مشابه المثلث لأصل واتفقنا أن الطالب الشاطر أهم حاجة عندي في الكتابة يعرف أن الزاوية دي بتسوي الزاوية دي والزاوية دي بتسوي الزاوية دي عشان ترتيب المثلثات مهمة جدا على سبيل المثلثات دي حتة مهمة جدا عشان كده هقولها تاني لو أنا حبيت أقول أن المثلث ألف دال جيم يشابه المثلث الكبير كله عايز أكتب المثلث الكبير كله نفس الترتيب اللي احنا قلنا دلوقتي مع بعض نكتبه ازاي هنشوف دلوقتي مع بعض المثلث احنا قلنا ألف في الصغير قلنا ألف هل ألف دي بتسوي مين في المثلث الكبير كله بتسوي بيه يا مستر طب زاوية دال في الصغير زاوية دال دي قائمة من هي الزاوية القائمة في المثلث الكبير كله ألف فاضلي ما قلتوش يبقى أنا كده كده كتبت المثلثين بيشابه بعض دي أول طلت طرق الطريقة الرابعة وركز معي شوية قلنا لو عندي مثلث ومثلث والمراضي بقى بتديني المثلث زاوية واحدة بس زاوية واحدة بس يبقى لو الأضلاع لو الأضلاع اللي مسكة الزاوية متنسبة أعرف انه بيشابه بعض يعني مستر أضلاع اللي مسكة الزاوية متنسبة يعني قلنا قبل كده بنعمل المثلث ده كده ونمسك أضلاع أضلاع الزاوية الأولى في المثلث الصغير الأولاني عندي اثنين سنتي وعند ثلاثة سنتر لو همسك أضلاع الزاوية في المسلس الثاني عند أربعة سنتر وعند ستة سنتر قلنا بنجيب النسبة بينهم طبعا إحنا اتفقنا لما نجي نعمل حاجات متناظرة الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير لما أقسم اتلين على أربعة نص لما أقسم ثلاثة على ستة نص هل النسبة تغيرت؟ لا هي دي ما يسمى بالأضلاع التي تحتوي الزاوية متناثبة لو الشرطين دول يتحققوا أن زاوية بتسوي زاوية والأضلاع اللي مسك الزاوية متناثبة أعرف أن المسلس المال هم متشابهين وتبقى معامل التشابه أو النسبة بالأي ضلعين نص لأنا لسه جايبها دلوقتي آخر حالة خالص قلنا لو المدرس بديني الأضلاع الثلاثة الأضلاع الثلاثة لو وجدت الأضلاع الثلاثة متناثبة يبقى المسلس المتشابهين وده كان آخر حاجة قلناها ناخد مسائل عشان ما نحنقش المرة فات ندي مسائل ناخد مسائل كده عشان نفهم إيه الدرس ده كويس عندك في الشكل المقابل بيقول لك قلب دايرة وعندي ده مماس للدايرة هرسم مماس أنا هو دلوقتي ده مماس وعندي قطر قطع المماس ده بره قطع المماس ده بره قطع المماس ده بره قطر الدايرة ده قطر وبعدين هو رسم لي آآ ألف به جين ده كده وكمان عندي ده مرسوم كمان اهو تعال بقى براحة كده شوف إيه الرسمة اللي قدامي على الصبورة دي عندك مماس ألف به ده مماس وعندك كمان ده الجيم ده قطر وعند القطر ده طوله خمسة وعندي ألف ده طوله أربعة المطلوب يا مستر مطلوب من خضرات طول ألف به السؤال بيجي ده في الامتحان وبيقولك شو عايز مني إيه حتى فأنا المرة اللي فاتت ان هدف درس التشابه ده الهدف لو فهمت الهدف وفهمت الدرس تعرف تطبق كويس جدا أي سؤال يجي لك حتى لو أول مرة تشوفه الهدف من التشابه ان نجيب الأطلاع النقصة طب بص على المشاكل اللي قدامك ده عندي كم مسلس اللي بيفهم يقولي ثلاث مسلسات المسلس الأول هو المسلس آلف بهدال المسلس الثاني بهدال جيم المسلس الثالث الكبير كله أنا مش هعرف أثبت إن فيه تنين بس بيشابه بعض هم فين اللي بيحل كتير عارف إن المسلس ده والمسلس الكبير كله الطالب الطيب اللي زي حالتي كده اللي عايزي هي حلة على مهله هيقعد يجرب ده ده هل فيه زواية بتساوه بعض مش هلا غير كده كمان حتة زيادة من مرحلة الاعدادية عندك بتالت اعداد دي لما يكون ده قطر مش أنت عارف إن زواية تسعين طيب ما هو المسلس القائم ما بيشبهش اللي قائم هو ده قائم لا الكبير كله قائم برضو لا يبقى اللي بيفهم هنستخدم المسلس ألف دال به والمسلس الكبير كله أحاول أثبت إنه هم بيشبهوا بعض بطريقة من الخمسة اللي احنا اتفقنا عليهم ممتاز أسمعت واحد بيجاوب معاه ودلوقتي بيقول لي يا مستر زاوية ألف زاوية مشتركة من المسلس اللي حضرتك قلته والمسلس الكبير كله هذه زاوية في زاوية تانية قلتلك الحاجات الترقمية بتاعت الصف الثالث الاعدادي مهمة جدا ده مميس وده وطر بنسمي في الرياضة اسمها زاوية ممسية يبقى تاني عشان اللي مش عارفها أو مخدهاش أو مش فاكرها لما تلاقي مميس وعندي وطر مميس وطر يبقى الزاوية اللي بينهم في الرياضة اسمها زاوية ممسية ما لها مستر الزاوية الممسية دي الزاوية الممسية دي يا ولاد بيبقى محصور بينها قوس أو بتبص على قوس القوس ده اللي هو جزء من الدائرة ده بهدل ده اسمه قوس الزاوية المتلسية دي القوس المقابلイى هاة بهداء بندور عليه زاوية المتلسية محطية الزاوية المتلسية ح بي رصح على محيط الدايرة دي منص니까 بيسميها الرياضة زاوية المتلسية اي tips what do you mean عشان دي رصة على المحيط ده اسمه محيط الدائرة و دي رصة على المحيط اسمها زاوية متلسية و دي رصة على المماس اسمها زاوية متلسية ايه العلاقة الي بينهم كان هناك مععلقة في المرحلة العادية بتقول ك heritage الزاوية الممثية ستساوي الزاوية الموحيطية المشتركة معها في نفس القص. الزاوية تبدو في تراجع القصه وفي نفس هذا الphen azقصه الموجود ج boxer. يبقى كمتين للحرار بالمسلس الأول بتسوي كم زوايا في المثلث الثاني عندي زاويتين في المثلث الأول بيسوي زاويتين في المثلث الثاني قلنا أهم حاجة في التشابة كتبت المثلثات بالترسيب هقول المثلث أول واحد أقوله أي حاجة يعجبك قل ألف بهدال أشكرك اللي بيقول معنا ده منتاز اسمعنا قلت ألف به لأن هم دول الزاويتين اللي جبتهم أنا هكتب الزوايا اللي جبتهم لأنا عارف هم بيسوي مين أصلا انا عارف الزوايا دي بتسوي مين اصلا بتشابه المثلث جدع الف زوايا مشتركة بتسوي نفسها احنا لسه ان البيه بتسوي مين جيم يبقى انا قلت الف جيم فاضل اي ما قلتوش به تعال بقى نمسك المسألة دات هل اقدر رجيب معاملة تشابه زي ما قلت الحصة لا مش عارف ليه لان لما نقسم اي ضلعين الف بيه على الف جيم مش موجود به دال على جيم به مش موجود الف دال على الف بيه مش موجود طيب والحال الحال بقى نستخدم الطريق العادية انه نقسم الاضلاع المتناظرة متناثبة يعني ايه نمسك الدرة نقسمه عارضينا قولي يا رب هتحصل بإذن الله ان شاء الله الف بيه هو طالبه مني في السؤال هقسمه على الف جيم هل في المسألة الف جيم موجودة اه يا مستر هجم عربعة زائد خمسة يديني تسعة هتساوي به دال هو به دال موجودة لا طب جيم به موجودة لا يبقى اللي تنمش موجودين يبقى اجلهم شوية تعالي نخش على بعد كده الف دال موجودة الحمد لله الف دال بيننظر مين الف به اشكرك ايه ده بسط ومقام بيساوي بسط ومقام حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين فهقول الف به فالف به الديني قلب به قسة اتنين بتساوي أربعة في تسعة يطلع معي ستة وتلاتين هناخد الجزر التربيعي عشان يتخلص من القسة اتنين يبقى انا جبت قلب به بستة والسؤال خلص مستر ماعيش الديني سؤال تاني طبعا اللي انت عايزه هنعمل الوقت مع بعض خليك بس معي حيبتة حيبتة كده عشان نشوف زي نحل الاسئلة يقولك في الشكل المقابل المديني شكل تاني قدامك اهو ادي مسلس قائم ودي نزل من رأس القيمة عمود بيقولك ان الضرع ده اسمه صد الضرع ده اسمه سين وده اسمه آلف بجيم دال ده تسعة اشكرك اللي بيجاوب من قبل ما كمل رسمتي قال لي يا مستر ديدي الحالة التانية اللي انت قلت عليها ديت لما لاقي مسلس قائم ونزل من رأس القيمة عمود قلنا المسلسين دول متشابهين وكلا منهما يشابه المسلس الأصلي والطالب الممتاز يعمل الزاوية دي بتسوي الزاوية دي ويبقى عارف ان دي برضو بتسوي دي وانها الحصة اللي فاتت بإيه السبب بتاعها هو عايز مني في السؤال بيقولك اختر الإجابة الصحيح عايز قيمة صاد على سين طبعا الطالب المتميز يقول لي يا مستر دي احنا اتفقنا المرة اللي فاتت مسلس قائم ومنزل من رأس القيمة عمود بنطبق قوانين نظرية إقليدس هو نفوت تشابه بس انا كل قوانين التشابه اللي استنتجتها كثير قوانين نظرية إقليدس كيف بتقولي بقى نظرية إقليدس زياد بتقولك ان مربع الوطر مربع احد العيل قائمة مربع احد العيل قائمة اللي هي صاد تربية بيساوي الجزء القريب من الوطر اللي هو مصقاته يعني مصقاته على الوطر كله الجزء القريب منه من الوطر في الوطر كله وحنا بنكلم عن المسلس الكبير كله دا اسمه ضلع قائمة دا اسمه ضلع قائمة وده الوطر الوطر ده متقسم لجزئين جزء قدامك تسعة جزء قدامك ستاشة كليز بيقولك اي بقى بيقولك مربع ضلع القايمة بيساوي الجزء القريب منه هو مصقاته يعني في الوطر كله يعني هاضرب تسعة في الوطر كله خمسة وعشرين هناخد نعمل ايه بقى هنضربهم يا مستر تلعت معي امتين خمسة وعشرين هناخد الجزر يطلع خمسة وعشرين اشكرك نفس الكلام تعال نخش على الناحية التانية ده ضلع القيمة برضو اه قلنا مربع دلع القيمة بتساوي الجزء القريب منه اللي هي ستاشر في الوطر كله الوطر كله وكام خمسة وعشرين لما اضربهم مع بعض يطلع معي ربعمية اعمل ايه هاخد الجزر يبقى السين بعشرين اشكرك اللي سؤال تحل هنقسم خمستاشر على العشرين وبسط لأبسط صورة هقسم على الخمسة فيها التلاتة على الخمسة فيها الارمعة يما انا جبت قيمة صاد جبت قيمة صاد على سين والسؤال بتاعي خلص مسألة كمان يا مستر حاضر يقولك في الشكل المقابل ويجديني شكل حلو كده اهو 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 ويجديني مسلس تاني اهو اهو معي بيقولك في الشكل المقابل ادي الف ودي دال ودي عندي جيم ودي عندي به بيقولك في الشكل المقابل ده 6 سنتي وده هو 9 سنتي وده 12 سنتي وده 8 سنتي وبيقولك ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي يبقى هو بيقول ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي هو ده الحاجة الوحيدة اللي مدها دي بيقولك ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي تعالى شوف ما نعمل يبقى سألني نحلها ازاي قلنا قبل كده بندور على أي حاجة من الخامسة اللي احنا قلناه هل في عندي زاويتين بصوبة هدور بس أقام حاجة ما أقولش حاجة مش مكتوبة في الرسمة يا مستر اللي مكتوب في الرسمة هي زاوية واحدة اللي حضاك عملتها زاوية الجين بتساوي زاوية الدالة في غيرها؟ لا يبقى اتفقنا ونتفق لو ما اتفقناه أول ما لاقي زاوية بروح في المسودة كده أجي في المسودة كده وابدأ أعمل مسودة عشان أجيب الأضلاع اللي مسكها الزاوية في المسلس الأول وامسك أضلاع الزاوية في المسلس الثاني لو مسكنا المسلس الكبير ده من يقولي أضلاع الزاوية كام؟ تمانية سنتي واثناشر سنتي يبقى تمانية سنتي واثناشر سنتي في المسلس الثاني سؤال ده اختر الإجابة الصحيحة أنا بحاول أعلمها جزائي تحل بسرعة دوت فين أضلاع البتاعه؟ ستة سنتي وتسعة سنتي يبقى أن أمسكت 6 سنتي و 9 سنتي أبدأ أجيب النسبة من أي ضرقين متناظرين أي أن المتناظر قبل كده الصغير على الصغير يتقسم 8 على 6 يا 6 على 8 مش فرق معي تبدأ من الكبير يبقى التنك دائما تبدأ بالكبير واتفقنا كمان لو بدأنا من الكبير هيبقى اسمها نسبة تكبير هنقسم 8 على 6 يديك 4 على 3 نمسك 12 على 9 يدينا 4 على 3 هل النسبة تغيرت؟ لا ما تغيرتش يبقى الأضلاع اللي مسك الزاوية متناظبة يبقى المسلسين دور متشابهين قلنا الهدف الحتة الممتازة الطالب المتفوق هو اللي يعرف يجيب الأضلاع المتناظرة أو يعرف يختب المسلسين بالترتيب بعينه تعال نشوف الطالب المتميز عندي أنا عايز أكتب المسلس ده أي حاجة يا مستر براحتك المسلس آلف دال جي عايز أعرف بيشابه مين بقى هدي نفسك كده وخاليك معي مستر أنا ما عنديش غير زاوية واحدة وانت قلت لنا قبل كده احنا بنرتب بترتيب الزاوية تبقى تعالى أديك سر أديك حاجة سهلة جدا مش احنا قلنا أن الضلع 6 بينظر 8 آه 6 ده هو الضلع الصغير مين الزاوية اللي أصاده في المسلس ده آه زاوية دي أشكرك طب اللي بينظره 8 مين الزاوية اللي أصاده أيوة الزاوية دي يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي عرفت منين من الأضلع المتنظلة ماخد الضلع ده كان بينظر الضلع ده الضلع ده أصاد الزاوية دي الضلع ده أصاد الزاوية دي وقالت نظر بيساوي بعض طب وبالتالي بالتالي يبقى الزاوية دي الكبيرة هي بتساوي الكبيرة كلها في المسلس التاني اللي هي الزاوية دي يبقى أنا كده عرفت أجيب منهم الزاوية المتنظلة ساعتها قدر رتب دلوقت احنا قلنا ألف دال جيم قلنا المثلث يقول اسمه ألف, دال, جيم. ساعتك على مكتب المثلث الثاني هقول каж оلف بتسوي ألف. الدال بتسوي جيم. طب يا مستر والجيم دي كب بتسوي مين؟ الجيم دي بتسوي به. كتبتون بالترتيب. انت تقول لي أحاول الترتيب لي يا مستر. عشان هو دلوقتي احنا عايزين. السؤال بيقول لك بالشكل المقابل اوج الطول ألف به. عايز تضلع الاسمه ألف به ده. فل��� ان تعرف ألف به ده بنظر منه الناحية الثانية. قلب بي ده أولا في المثلث الكبير أشكرك الي بيجاوب مع هذا هدم قلب بي في المثلث الكبير يبقى همجيب نسبة تكبير نسبة التكبير طريح كم على الكام طريقة 8 على 6 اللي هي 4 على 3 فهضرب 4 على 3 في مين في الضلع اللي بنظره ه Liquid هكذا 공nie وقالتي تانiell وقال ن об avaientÖ well لما يكون القيام بالضلع كبير لما يكون قيام بالضلع كبير بنجيب معامل تشابه هوا دي معامل هي دي نسبةه وهي نسبته بالنسبة للمسلس الثاني فأجيب معامل تكبير أو نسبة تكبير وأضربها في الضلع اللي بينظره مين بقى اللي بينظر ألف به إنها بقى في المسألة ديت ألف به يا مستر بينظره ألف جيم طب هو ألف جيم بكام؟ باتناشط يبقى هضرب أربعة ثلاثة في اتناشط أقول آخر مرة لو المدرس طالب مني ضلع في المسلس الصغير فأجيب نسبة التصغير إزاي هجيب نسبة التصغير هقول دلوقتي زي نجد من التصغير هنقسم ضلع الصغير على الضلع الكبير هنقسم ضلعين متناظرين بس أجيب الصغير فوقه كبير تحت يبقى اسمه نسبة تكبير تب لو عكست بدأت إن المسلس الكبير يعني أكيد الضلع الكبير هيبقى فوقه الضلع الصغير هيبقى تحت يبقى اسمه نسبة تكبير طب آخر سؤال يا مستر عشان فكرنا إمتى نعمل كده؟ وإمتى نعمل كده؟ لو المدرس طالب مني ضلع في المثلث الكبير يبقى نجيب نسبة تكبير لو طالب مني ضلع في المثلث الصغير أخليها نسبة تصغير هو هنا كان قالب به وقالب به دلع في المثلث الكبير فجبت نسبة تكبير وضربت في اللي بينظره بالقال حسب يطلع 16 سنتي وأشكرك والسؤال خلال هذه الأفكار اللي بتجيب في الانتحان ناخد سؤال تاني في فكرة حلوة بقى مختلفة عن الأفكار الثلاثة دول يقولك في الشكل المقابل times G. V. G. M. 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 T. M. 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 بتسوي زاوية به. وقالي كمان. وقالي ان به جين ده كله تمانية واربعين سنتر. ايه اللي مديوني كمان? مديك كمان يا مستر في المعطيات نسبة دال واو على دال هي. دال هي على دال واو. بتسوي كم النسبة دي بالدهاني دي? قالك بتسوي خمسة على السبعة. تاني يا مستر عشان المشكلة تخطي مش واضح كويس. حاول توضحين انت كذبت ايه? حاضر عناية. بيقولك هو مديك في المعطيات ان دال هي على دال واو. دال هي على دال واو. دال هي على دال واو. بتسوي كم عكام خمسة على السبعة. اهو. ايه المطلوب مني بقى? طالب منك في الشكل المقابل. عايز مني دال به بكام. عايز مني دال جيم بكام. حاضر. عايز دال جيم. طالب اول متسرع. يقولي في النص. في النص ازاي بس? انت مش شايف ان دي جزء كبير وده جزء صغير. ماينفعش تقول في النص. هو ما قالش في النص. ماينفعش انت حضراك تقول حاجة هو ما قالهاش. طيب كامل يا مستر. حاضر. انا خدت بالي يا مستر ان هو بيقسم. ضل اي ده. عضل اي ده. هل دول متناظرين? ما ابدارش اقول كده. لازم ازبط الاول ان هما متشابهين. وبعد ذلك ان هما متشابهين اكتبهم ترتيب الزوايا. اشكرك. بلاش التسرع. عندي في المسلسين اللي عندي دول. انا خدت بالي ان هما دول هشبههم بصعب. ليه خدت بالك من كده? لان يا مستر. احنا قولنا اولا المسلسة مثلس متصوص الصقين. وادامه يتساوي الصقين ان يبقى ازوي به. الزوية هitious. غير ذاهة اول حاجة ستفدتها النفس. الحاجة الثانية. ان استكون عندي زاوية قيمة تساوي زاوية قيمة. واحد زاوية الحدة بتساوي زاوية الحدة. يعني عندي زاوية في المثلس الاول تساوي زاوية paar. اشكرك اللي بيجاوب معي. يبقى المثلسين الدول بيشابه بعض. اكتبهم ازاي بالاتريب؟ اكتب اوية واحد يقячبك. اشكرك. اللي بيقول به واو دال. ليه يا ابني بتقول كده عشان دول الزوائل اللي عندي يا مستر. به بتسوي جيمي. بها اقول جيمي. يا مستر الاو قايمة. بنا الزاوية القايمة هي. فاضلي ما قلتوش. احنا قلنا لقت الجيم هي فاضلي اقول دال. بتعمل كده لي? لعلة وعصى ربنا يكرر ان يكون معامل التشاوه موجود. على فكرة معامل التشاوه موجود. تعال نتأكد كده. مش احنا نحن مديني دال هي على دال واو. لو انا اسامت واو دال على هيه دال تبقى سبع على خمسة. هو مدهالي ده معطى. ولو اسام لي هيه دال على دال واو. هيسدي لي كام خمسة على سبع. يعني معامل التشاوه بين الدلعين موجودين. what are you asking? عايز دال جيم. من يقول دال جيم ده؟ دال جيم ده. من يلي بينظر الناحية التانية به دال. ايه د يا مستر به دال مش موجود. وهو ده مديني مجموحهم لتنين تمانية واربعين، أعمل إيه؟ ليه هكذا طريقة، هحل بطريقتين، احتار الطريقة اللي تعجبك، الطريقة الأولى، هعمل إيه؟ هفرد، احنا خدنا الكلام ده في ثالثة عضادي، نسبة دي نسبة رموز ونسبة دي نسبة أرقام، لما نسبة رموز بتساوي نسبة أرقام، كنت بقول كده أن دال هي بتساوي خمسة كاف، وبقول دال واو، ده جبر ثالثة عضا درس اسمه التناس وبترمى أول، ودال واو بتساوي سبعة كاف، اس اللي تعرفوا عنهم، يا مستر أعرف أن الدلعين دول دلعين مجموحهم تمانية واربعين، أشكرك اللي أنت قلت كده، معنى الكلام ده أنك لما تجمع، يا مستر أنت غلطت، لا أنا مغلطتش، بس أقولك أنا أقصد إيه دلوقتي، احنا قلنا دال واو، على دال هي، بيساوي مين أصلا؟ بالتشابه، دال واو، على دال هي، بتساوي مين؟ بتساوي به دال على دال جيد، تاني يا مستر جبتها منين ديت؟ هم دول مش دلعين متناظرين، والإسم بينهم بتساوي خمسة على الس سبعة، طب لو قلت هيه دال على واو دال، أقول سبعة على خمسة، عادي، اللي أنا مكتوب عندي هقوله، طب تاني، بما أن من التشابه، استفدت من التشابه، استفدت من التشابه، إن واو دال حتة حتة هو، ما قرناش حاجة، على هيه دال، هتساوي مين على مين؟ هتساوي اللي أنت عايزه بقى، عشان كده سمتها كده على طول، عايزة أجيب كل واحد فيهم، أنا ليه بأعمل كده؟ عايزة أجيب الضلع ده بكام، وأجيب الضلع ده بكام، خليك معي، أه نمسح دي خالص، لو مدقيك، أهو، وخليك معي، عندي دال واو دال، على هيه دال، هتساوي مين على مين؟ هتساوي بهدال، ما هو ده المطلوب، هتساوي بهدال، هتساوي خليك معي عمد، أصبط لك الصبور حالا، أكبرها لك عشان تشوف كويس جدا، أهو، هتساوي واو دال، واو دال، على هيه دال، هتساوي عندي في المسألة دي يا مستر، به، واو دال، على هيه دال، هتساوي بهدال، على هيه دال، هتساوي بهدال، على هيه دال، هتساوي بهدال، دالجين أو بالتناصر عندي بهدال هقسمها على دالجين تعال بقى أننا قلنا لي كده لأن واو ههدال على ههدال واو دال على ههدال هو مديني قبيبتها بخمسة على السبعة يبقى معنى الكلام ده أن بهدال على دالجين برضو بكم على كام خمسة على السبعة تاني يا مستر براحة تاني براحة من الأول احنا عملنا أي يا أولاد ثبتنا المثلثين دور بيشابه بعض ثبتناهم إزاي جبنا زويتين في المثلث الأول بيسوي زويتين في المثلث الثاني وكتبناهم بكترسيب تعال بقى نشوف من اللي هو مدهوني قالك أن واو دال على ههدال واو دال على ههدال بتسوي سبعة على خمسة معنى الكلام ده أن لو أسمت بهدال على جيم دال هتسوي كام على كام برضو سبعة على خمسة بقيت نفس اللي قلته من شوية مش دي نسبة رموز ونسبة أرقام أيوة أول طريقة هوق تقول أن بيهدال بتسوي سبعة كاف وتقول أن دال جيم برضو بتسوي خمسة كاف نعملły دلوقتي يا مستر إلي تعرفوا عن الدرعين دول أعرف مجموحهم مجموحهم كام تمانية واربعين طبما تشالله ت أجمع إجمع سبعة زائد خمسة يديني اتناشر كاف بتسوي تمانية واربعين هنقسم على الاتناشر لما أقسم على الاتناشر تمانية واربعين على الاتناشر بقالتك الحز بياديك أربعة جبت الكاب بربعة، السؤال غلص؟ لا طبعا هو عايز دالجيم، عايز دالجيم، السؤال بيقولك اوجد دالجيم، فهو دالجيم كان اسمه ايه؟ كان اسمه خمسة كاف، يبقى تقول له دالجيم بتسوي خمسة فاربعة ويطلع طوله عشرين سنتري، يبقى ده عشرين، تجيب التاني؟ تمانية وعشرين، طرحت يا مستر، السؤال غلص، دي طريقة، فيه طريقة تانية؟ فيه طريقة تانية للطلبة اللي عايزين يحلوا أسرع شوية عشان انت حان اختياراته والوقت مهم، بص مع الحركة اللي عملها لك ديت، دي من طريقة ستة ابتدائي، مهورية ده مضة ترقمية، المفروض طالب الكويس، أول ما اخد حاجة في مرحلة من مراحل التعليم ما ينساهاش، مش أنا عندي في المسألة ديت، هو قايل لي اني بهدال بص الحركة اللي عملها دي إلى دالجيم، كم إلى كم؟ سبعة إلى خمسة، طب انت عندك بهدال؟ لا ما عنديش بهدال، عندك دالجيم؟ لا ما عنديش دالجيم، ما لعندك ايه؟ عندي مجموحه، فنعمل خنج دي ونسميه إلى المجموعة، نجيب مجم لأنني معرفش عن دور غير مجموحهم، فبجيب مجموعة النسب بتاعتهم، سبعة وخمسة كام؟ اتناشط، يبقى نسبة سبعة بتاع البيهدال، هل هي موجودة؟ لا، دالجيم بخمسة، هل موجودة؟ لا، طب المجموعة باتناشط، هل المجموعة موجود؟ اه يا مستر، 48، تعرف تجيب دالجيم؟ طبعا يا مستر، وهيطلع نفس الإجابة بسرعة، دالجيم اللي هجيب على طريقة كام في كام على كام؟ خمسة في 48 على الاتناشط، يا مستر ما انت فعلا قبل كده أس كورك 20 سنط، طريقة تانية هي، حبيتها حلها لك لو انت عايزت تحلها أسرع شوية، اتكلم براحة شوية يا مستر، وعلميه لك عشان درس تساويه ده درس جميل وكله بيعتمد عليه، كلامك مصبوط، براحة تانية، ناخد مسألة تانية، فيها فكرة حلوة، في الشكل المقابل، مديني شكلة ها، بيقول لك ده مصلس قائم الزاوية، وأمراسم لي كده عمود تاني كده ها، بيقول لك ده مصلس قائم أدي جيم، ودي دال، ودي هي، ودي ألف ودي به، بيقول لك إن ده ثلاثة سنتي، وبيقول لك إن ده ثلاثة سنتي برضه، وبيقول لك إن الدلق ده خمسة سنتي، عايز يا مستر، عايز طول آلفي، اختر الإجابة الصحية طول آلفي بكام، تعال نشوف احنا درسنا ايه، ما قلنا يا مام شوية يا مستر درسنا درس التشابه، يبقى أكيد المسألة على التشابه، طب وعشان تحيل التشابه، لازم أثبت لني المثلثين الأول بيشابهوا بعض، طب تعال ندور على الحاجة من الخمسة اللي خدناهم قبل كده أشكرك اللي بيجاوب معي، واحد طالب متفوق، يقول لها مستر بس دي المثلث قائم، ده خمسة وده ثلاثة إيه، لكني يجيب أربعة بالمرة، جبتوا إزاي يا ابني؟ جبتوا عن طريق نظريت في صغورس، اللي في صغورس بيقول إن مربع الوطر بيساوا مجموع مربعي دلعي القائمة، وقال كمان لو أنا عايز ضلع من أضلعي القائمة، كنت ممكن أن أنجز على طول، وأقول خمسة أس اتنين ناقص ثلاثة أس اتنين تحت الجز، يطلع أربعة، جبت إيه جيمة عن طريق نظريت في صغورس، إيه المطلوب مني دلوقتي؟ مطلوبة إزبادة المثلث ده يشابه المثلث كله، في زاويتين دي أول حاجة بفكر بيه، آه يا مستر دي زاوية قائمة وده زاوية قائمة، وعندي زاوية جيمة بتسوي نفسها زاوية مشتركة، أشكرك، يبقى أنا عندي لازم أكتبهم بالترتيب لنفسي عشان ما أتأكد أنا بحق لي صح، المثلث هيه جيم ده، أشكرك أني بدأت بهيه جيم ده، ليه؟ عشان هما دول اللي عندي يشابه المثلث، هي دي زاوية قائمة، من هنا زاوية القائمة؟ به، هي جيم بتسوي نفسها، لو أنا قلت بهيه جيم فاضل إما قلتوش قلب، تعالوا بنا نشوف أنا عمله أكتش، هل معاملة تشابه؟ إن شاء الله هيكون موجود، ليه بتقول كده؟ لأن المثلث الصغر أضلع كلها موجودة، أنا بقى هتكلم على ده، هه جيم ده، في نظر من ناحة تانية بهيه جيم، تعالي نقسمه على بعض اللي كانوا موجودين، هه جيم باربعة، جيم به بتمانية، يفقى المعاملة تشابه أربعة تتمانية نصف، ولو عايز أقول اتنين على واحد صح، لو قلنا اتنين على واحد تبقى نسبة تكبير، لو قلنا واحد على اتنين تبقى نسبة تصغير، عايز ألسؤال بقى وحد يجاوب علي، إمتى نخليها نسبة تكبير وإمتى نخليها نسبة تصغير، أشكرك هاللي بتجاوب، لو أنت عايز يا مستر ضلع في المثلث الصغير أخليها تصغير، لو عايز ضلع في المثلث الكبير أخليها تكبير، طب أنا في المسألة دي عايز مين؟ عايز ألف هي، أشكرك اللي بيجاوب بدون إذن إيجادتك غلط. ليه؟ بيقول لي ألف إيه ضلع في المثلث الكبير. ألف إيه ده ولا في السوار ولا في الكبير. ألف إيه ده جزء من ألف جيم كله. يعني معنى الكلام ده عشان أوصل لهدف ألف إيه لازم أجيب ألف جيم الأول. طب هو ألف جيم ده يا مستر موجود فعلي مثلث كده صح في الكبير. يبقى هخليها نسبة تجميل يعني اتنين على واحد. مين بقى اللي بينظر ألف جيم؟ ألف جيم يا مستر اللي بينظره في المثلث الثاني جيم دال. طب هو جيم دال بكام؟ بخمسة. يبقى هده رف بخمسة. أنا جبت ألف جيم بعشرة سنتر. يبقى أنا جبت ده بعشرة سنتر. تعرف دلقتي تجيب ألف إيه؟ آه طبعا البائد. عشر نقص أربعة يديني ست. يبقى دي سؤال حليه طبعا. قد الهندسة أولي درس التشابه اللي أنت كنت ألأم منه درس يتطلع في منتهى الجمال. نأخذ مسألة تانية بيقولك في الشكل المقابل عشان يبقى مرين على جميع على جميع أشكال التشابه أو كل حالات التشابه يقولك في الشكل المقابل. أهو. عندي شكل هوا بالدهوني. خليك معايا. في الشكل المقابل. أهو. أهو. يعني عندي ألف ودي عندي به ودي عندي دل ودي عندي واو ودي عدي جيم ودي هه؟ بيقولك أن الدرع ده كله على بعده 8 سانتر. بيقولك إن ألف به بـ 6 سانتر. بيقولك إن به ده أربعة ونص سانتر. ده 6 سانتر. بيقولك إن أنا عندي واو به بـ 9 سانتر. عندي بقى آخر حتة واو جيم بـ 3 سانتر. أنت عايز يا مستر؟ عايز منك حكتين. أخي أقول لك في الحاجة على الأطول ممكن يجي السؤال لو اختيارات هيجي أقول لك في الشكل المقابل عندي هيهجيم بتسوي نقط طبعا أنا أسمها دي صغيرة ودي كبيرة عشان تغلط عشان طيب اللي ايه ده هيهجيم يا مثلا شكلها بتسوي جيم واو قلنا أنا مئة مرة بتجيش بالشكل هي المسائل ما بتجيش بالشكل بتيجي بالبرهان اسأل معي بقى وانت درست ايه درست التشابه فين المثالثين هاتبهم ده أنا عندي مسالثات كتير لا شوفي المثالثة اسمه قارب به هجيمي اللي فوق ده الدرع د بالشكل الديه ده 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 د 8 تلية الثلاثة على الإربعة. 9 على الإتنشب، 3 على الإربعة. هذه حالة يا مستر. دي الحالة الأخيرة. لو الأضلاء الثلاثة متنسبة يبقى المثلسسين دول يشبه مع. يقول إن المستر. أنا أعزك تبيع المثلثات بالترتيب. أشكرك. فإنبدأ الضلع بيران، ينظر الدلع أربعة ونصف، ليس بيران للستة، آآة الاربعة ونصف ينظر الستة. الأربعة ونصف دولة الزاوية للأصادوا أهي. في المثلث الذي فيه لمن الثاني رائعة في المثلث الثاني الصغير الثانية فإنما المثلث إلا تجربة لديك اللات ستس Saturday إذا كذبت الزوية تست시ع بعض كمان؟ آئا كذبت الزوية يعني بأعلي في هذه الزورUT من يقول INакти expected se علاقت الزوية ضعر في ذلك الزوية يتعلم بقائمة عن زوية Jurum ثبت ل Tillichois تساوي زاوية. يبقى هايه جيم. بتساوي هايه واو. يبقى لما قالك هايه جيم. بتساوي ان تختار بها من خطيرات هايه واو. يبقى أنا وردتك المسائل اللي تحلت زاي. قري تطبيقات التشابه. قري درس التشابه. تعال مع بعض بقى. ناخد الدرس اللي بعده كده بسرعة كده. سهل جدا وجميل. أنا قلت أقول التشابه لأن التالي بيعتمد عليه. يعني لما جاءتش رح الدرس اللي قالت درس التالي. وقت حصلنا للدرس التالي. عنوانه ايه مستر. اسمه العلاقة. بين مساحتين مضلعين. قول بقى مضلعين. قول مسلسين. أنا بقول المضلع عشان ده أعم. لأن المسلس هو مضلع ثلاثي. أمساحتين مضلعين. ما قالهم متشابهين. يبقى أنا عايزة جيب علاقة من مساحتين مضلعين متشابهين. يعني علاقة يا مستر. يعني نسبة. عايزة جيب نسبة بينهم. عايزة شوف فيه علاقة في المساحة أو لا. هو احنا كنا خدنا علاقات قبل كده. طبعا أول درس في المنهج والدرس اللي كنت بشرحه. كنا بتجيب النسبة من أي ضلعين. واتفقنا أول حصة شرح في هندسة. قلنا أن معامل التشابه. معامل التشابه. بيتجاب بطريقتين. ايه يا حد فاكر. معامل شابه. كنت بتقول بنقسم ضلعين متناظرين على بعض. بنقسم ضلعين متناظرين على بعض. بس لا. وبنقسم محيط المضلع الأول على محيط المضلع الثاني. يعني معامل التشابه بتساوي ايه. بتساوي النسبة بين أي ضلعين أو النسبة من أي محيطين. أو النسبة من محيط المضلع الأول ومحيط المضلع الثاني. يبقى النسبة من أي ضلعين أو النسبة من المحيطين. يعني انت عايز تقول لي أن النسبة من الأضلاع بتساوي النسبة من المحيط؟ آج احنا قلناها مش عايز اقولك احنا قلناها تعال ديك سؤال كده اشوف انت عايش معه ولا اذا كان مضلعين متشابهين شفت الشرط؟ شفت الكلمة لازم تسمحها في السؤال؟ شفت الكلمة لازم تقراها؟ اذا كان مضلعين متشابهين النسبة بين طولة ضلعين متناظرين بينهما اثنين الى ثلاثة فان النسبة من المحيط بتسوي كم؟ اشكرك اللي بيجاوب برضو اثنين على الثلاثة ما litter雨 п realizar? نسبة من المحيط يقوم بها النسبة بال Random Life وعدم النسبة من الأطلاع 2 إلى 3 يبقى النسبة من المحيط 2 إلى 3 كلامك صح دلوقتي أناعرف أني أكثر من محيط طلقت معي في السؤال 2 إلى 3 كذلك أناعرف أيضا أحيث وأندي. ماهوا هذا الجديد في النهاردة؟ هو أريد أن نجحة مع المساحات المساحة قالك إنك لو أريد أن يجحة نجحة النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين يعني أريد أن تجحة قم؟ على مساحة المضلع التاني تعمل ايه بص انا بقولها ازاي وبعدين هقولك النظرية مكتوبة ايه في الكتاب انا بحب اقول مربع معامل التشابه اختصر انا بقول كده النسبة من مساحتين مضلعين متشابهين بتساوي مربع معامل التشابه بتساوي مربع معامل التشابه ليه بس تقول كده اولا النظرية مكتوبة في الكتاب بتقول النسبة بين مساحتين مضلعين متشابهين بتساوي مربع النسبة من طول اي ضلعين متناظرين طب مش تقول أي ضلعين متنظرين هي معامل التشابه يبقى أنا كاتب صح وكمان أنا كاتب طرق عام لأن والد يجي لك في السؤال نسبة من محيطين طب ما أنا عارف أن النسبة من المحيطين برضو هي اسمها معامل إيه التشابه وهي هي نسبة من مين الضلعين أنا تهتي يا مستر براح لو المدرس طلب منك نسبة من مساحتين مضلعين تعمل زي الدروس اللي فاتت تجي معامل التشابه يتقسم محيط على محيط يتقسم ضلع على ضلع وبعدنا عمل إيه وبعدنا ربع مش فاهم أفهم السؤال يقول لك كده إذا كان بس أهم كلمة أهم كلمة إذا كان مضلعين أهي أهم كلمة جاي متشابهين إيه ده طب لو ما قال ليش يا مستر الكلمة دي يبقى لازم تثبت حضرتك إنهم بيشابهوا بعض إيه ده يعني الدرس اللي فاتت معنا تاني طبعا إذا كان مضلعين متشابهين النسبة بين محيطيهما اثنين إلى ثلاثة عايزة يا مستر اوجد النسبة بين مساحتيهم نحن لها إزاي هدي نفسك انت لسه وقد درس وتعرفه دلوقتي هو من دين نسبة من المحيط مش لسه إيه لدلوقتي النسبة من المحيط هي نفسها معامل التشابه آه انت لسه إيه لو هتبقى تصغير كمان عشان قلت الاثنين فوق استراتة تحت طب لو عايز نسبة من المساحة أنا سمعتك بتقول بتقول أيوة أو مربع المحيط أو المربع النسبة بين أي ضلعين بس أنا بحب أقولها مربع معامل التشابه يبقى النسبة بين مساحتيهمة يعني مساحة المضلع الأول على مساحة المضلع التاني هتساوي كمع كم ربع معايا وقع تقول أضرب في اتنين إجابة غلط أربع أضربه في نفسه اتنين في اتنين بأربعة وثلاثة في ثلاثة في تسعة يبقى النسبة من مساحة الأول مساحة تاني كم إلى كم أربعة إلى تسعة صعب الكلام ده خد مني سؤال تاني عشان تأكل أنت مركز معايا وعايش بيقولك إذا كان جاوب والتقعد معايا كده جاوب كل ما كان السؤال جاوبوا قبل ما أنا أقوله إذا كان مضلعين متشابهين النسبة بين مساحتيهم كم إلى كم أربعة إلى تسعة عايزة يا مستر اوجد النسبة بين ضلعيهما متناظرين أو يوجد نسبة من ضلعين متناظرين أو يوجد معامل التشابه أو يقول لي وجد نسبة من المحيطين ما هم كلهم حاجة واحدة إيه ده عامل إيه ده يا مستر لا أنت مش واخب بالك بقى أنت مش شايف كويس ده أنا حالي لك جايل بك المسألة بس أقولها بالعكس يعني دلوقتي يديك النسبة من المساحة وعايز النسبة من الأضلاع عايز معامل التشابه من يقول لي بقى القصة الثنين لو عايز أرجعه لأصله القصة الثنين لو عايز أتخلص منه نعمل إيه أشكرك اللي بيجابه بناخد الجزر التربية اللي قال هناك ده نقسم على الثنين ده إجابة غلص إيه واحد تقولها تاني ما نقسمش على الثنين ما نعمل إيه بيأخذ الجزر التربية يبقى دلوقتي لما يديني المساحة وعايز النسبة من الأضلاع وعايز معامل التشابه وعايز النسبة من المحيط ناخد الجزر لو طلب من المساحة لو السؤال اوجد النسبة بين مساحتي هما يبقى رب بعض إنه عامل التشابه يبقى النسبة من الأضلاع هناخد الجزر التربية للأربعة اتنين والجزر التربية للتسعة ثلاثة صعب الكلام ده هو السؤال يجي سهل كده لا ده أنا بعرفك الدرس يقولي الأول تعال بقى نشوف مع بعض هنحل إزاي وهنفهم إزاي ركز معايا بقى كده عندنا في الدرس اللي هنجد دلوقتي ده في حتة مهمة جدا تعال أخطو أسئل كده أسئلة في منتهى السهولة السؤال يقول لك عندي مسلس مسلس اسمه ألف به جيم أنا لغاية ده بقولي الفكرة الأولى بس النهاردة هنقولي الفكرة الأولى والحصة الجاية نكمل المسلس ألف به جيم يشابه المسلس اللي اسمه صين صاد عين دول بيشابه بعض انت قلت أنه بيشابه بعض ثلاثة سنصاد يعني بدي ايه حكاية قلب به وسنصاد بتسأله ثلاثة سنصاد يعني بديك علاقة بين الضلعين حضرتك مطلوب منك تخلني نسبة بقى يعني ايه يعني عايزك تجيب لي مثلا قلب به على سنصاد أو تجيب لي السنصاد على قلب به عايز قلب به على سنصاد آه لما اروح ما اjedعني فاظته أخرى تسوي كم علا كم تلاثة على واحد يعني معالج التكبير كم ثلاثة و واحدة. يبقى النسبة بين الضلعين في المثلث الأول و الضلع المثلث ثاني كم على كام؟ ثلاثة على واحد. يعني معاملة شبه كام؟ ثلاثة على واحد. هو المثلث عايز مني إيه؟ أنا حايز كده مثلا هو عايز نسبة من مساحته. كلامك في محله. عايز مساحة المثلث. سي بس يضحك عليك هو. يضحك عليك إليه وانت ضعرتش. اطلنا بتقراش. اللي بتحلم غير ما تقرأ. مساحة المثلث سين صادعين على مساحة المثلث قلب بهجين. أول حاجة لا تتأكد منهم حاجة إيه؟ إن دول بيشوفوا بعض. الحاجة الثانية إن الضلعين هتجيبهم يكونوا متنظرين. مين اللي فوق؟ سين صاد. مين اللي تحت؟ قلب به. إيه ده يعني عايز نقسم سين صادع على قلب به؟ أشكرك إن خدت بالك. يعني هو كتب الصغير فوقه كيبير تحت. يبقى الإجابة هتبقى طلت الكل تربيع. مني على شي ربع بقى؟ واحد في واحد بواحد ثلاثة بتلاثة بتسعة. لما طلب النسبة من المساحة ربع. ناخد مسألة تانية. السؤال التالي ده جميل جدا. كل يبص معايا كده بيقولك إذا كان. إذا كان. طولة. ضلعين. متناظرين. شفت لازم يقول إيه؟ لازم تتأكد إن أضلع دي أضلع متناظرة. لو مش متناظرة منفعش استخدامها. دي كلمة مهمة جدا. في مضلعين متشابهين. دي تاني كلمة مهمة جدا. يبقى قال طولة ضلعين. متناظرين في مضلعين متشابهين. يبقى بيشابه بعض. والأضلع اللي هكتبها دلوقتي متناظرة. الأضلع دي كم سنتي وكم سنتي؟ 12 سنتي و 16 سنتي. طب عايز يا مستر. وقولك وكان مساحة المضلع الأصغر. مساحة المضلع الأصغر. بتسوي 135 سنتيمتر مربع. طالب إيه يا مستر؟ طالب حضرتك مساحة المضلع الأكبر. إذا أنت عايز مساحة يعني. يبقى أول حاجة لمفوض الطالب اللي بيفهم. وتسمع الشرح مني النهاردة. لازم نجيب معاملة تشابه. مين بقى فاكر معاملة تشابه نجيبه إزاي؟ النسبة بنأيض للأم متناظرين. مين يقولي النسبة بنأيض للأم متناظرين كم مع كم؟ 12 على 16. هنالسي بتدريع على بعض. متبصتهم عن الآلة. على الثلاثة فيها الاربعة. على الثلاثة على الثلاثة لا تقبلت. يبقى على الأربعة فيها الثلاثة والأربعة فيها الثلاثة. لازم على معامل تشابه طريقة كام sürث عند ثلاثة وأربعة. إحنا قلنا لو أعما Reverse نساحة المضلع الصغير إلى مساحة المضلع الكبير. حسنا اللي أنت بتقولي لقتي ليه بتقولي الصغير الأول Till Maxim. لأني بقى على فقرة. هنا مكتوبة 3 الصغير الأول وبعدين الكبير. يبقى لو ربعت على الوضع هذا. يبقى أنا جبت النسبة بين مساحة المضلع الصغير إلى مساحة المضلع الكبير. مستدل بحب أكتبها إزاي؟ مساحة المضلع الأصغر إلى مساحة المضلع الأكبر. ليه كذبت كده يا مستدل؟ لأن الصغير الأول. احنا قلنا لما كنا عايزة أجيب النسبة. ما يسمعها نسبة إلى يعني على. على يعني إلى. من ربع. 3 في 3 في كام؟ 9. 4 في 4 في كام؟ 16. هو المدرس عايي مديني مين؟ مديك الصغير. أكيد الصغير 9. يبقى تحط هنا 135. تعرف تجيب مساحة المضلع الكبير؟ طبعاً. لو عايزة أجيب مساحة المضلع الكبير يا مستدل. هقول بقى أن مساحة المضلع الأكبر. بتساوي. قلنا هندرب كام في كام على كام؟ 16. في 135 على التسعة. هحسيبها بقالتي على طول. يطلع الإجابة 240 سنتيمتر مربع والسؤال خلص. مسألة كمان يا مستدل. يلا عشان معنا أربع دقيقة هو هنحلي فيهم مسألتين إن شاء الله ربنا يوفقنا وهنقدر نحلي فيهم مسألتين. السؤال بيقول لك كلمة الراضي بيقول لك مضلعان متشابهان مضلعان متشابهان. مستدل قالت كلمة أنت بتحبها المتشابهين. آه مسألة حلوة. دي الفكرة أولاني أخذها النهاردة. قال لي متشابهين. وقال لك مساحتيهما. يبقى هو قال المضلعين متشابهين ومديني مساحتيهما. مساحتيهما. يعني مديني المساحات. كم وكام؟ 100 سنتيمتر مربع ومديني المساحة التانية 64 سنتيمتر مربع. مديني المساحتين. وانت طالب ايه؟ وكان محيط المضلع الأول محيط الأول ده محيط. محيط الأول بتساوي كام 60 سنتيمتر. عايز يا مستر؟ عايز محيط التاني. عايز محيط ممديني المساحة؟ آه مين بقى فاكر ازاي بتجيب النسبة من المساحة؟ بنقسمهم على بعض يا مستر. عايز تقسم 100 على 64. عايز تقسم 100 على 64 عشان تخليها نسبة؟ أشكرك إجابة صح. عايز تخليها زي ما هي؟ برضو انت عايز تعمله وعمله. 29 على 16. معنى الكلام ده؟ ان مساحة الأكبر. انت ليه كذبت الأكبر؟ لأن ده هو كبير. عايز مش عايز تكتب الأكبر عشان هو كتب في السؤال الأصغر والأول والثاني؟ ما عنديش مشكلة. مساحة الأول على مساحة الثاني. ما هي؟ إيه لا هي على؟ إلى مساحة الثاني. كم إلى كم؟ 100 إلى 64. لما بسطناها تلقيت كم إلى كم؟ تلقيت 25 إلى كم؟ إلى 16. لو انت استخدمت دي صح؟ لو استخدمت دي صح. بس نصيحة مني اللي تتهمش الاثنين؟ هكتب واحد فيه عشان ما تلقبتش. يبقى احنا هنكتب هو بعد ما بسطنا. تلقيت 25 إلى 16. مين بقى فاكر؟ لما يكون دي المساحة. وأنا عايز أجيب النسبة بمحيط الأول إلى محيط الثاني. يعني اللي سمع الشرح. وقال لي لما يكون المعطيات مديني النسبة بين المساحة. وأنا عايز أجيب النسبة بمحيط نعمل إيه؟ أشكرك اللي بيجاوب. بناخد الجزر يا مستر. الخمسة وعشرين جزرها خمسة. والستاشر جزرها أربعة. يبقى النسبة بين محيط الأول إلى الثاني خمسة إلى أربعة. هو مديك محيط الأول ستين. تعرص تجيب محيط الثاني؟ آه هعرف بنفس الطريقة طريقة مسألة سهلة. محيط الثاني هتبقى عبارة عن أربعة في ستين على خمسة. تحسبها بقالتك الحزبة. أربعة في ستين على خمسة يطلع تمانية واربعين سنتيمتر مربع. ناخد آخر سؤال بقى نختم بيد نهاردة سؤال جميل جدا بيقولك إيه مضلعان متشابهان مضلعان متشابهان. قال كلمة متشابهان قال ليه متشابهان وأنا كنت مستني كلمة جدا دي متشابهان أدام قالها يبقى أنا مبسوط. إيه كمان يا مستر النسبة بين محيطيهما يبقى مديني النسبة بين محيطيهما. هي النسبة من المحيطين كم إلى كم هو بالدهالي؟ بديك النسبة من المحيط ثلاثة إلى اثنين. وبيقولك ومجموعة مساحتيهما ما تغلطش وقرة كويس. ومجموعة المساحتين مع بعض مية وثلاثين سنتيمتر مربع. عايز يا مستر عايز مساحة كل منهم. أنا كوني الفهمت وتعايز مساحة وديتني المحيط. يبقى أنا خدت مع حضرتك النهاردة لو عايز أجيب مساحة الأول إلى مساحة الثاني قلنا بنربع. لما نربع التلاثة تبقى تسعة. لما نربع الاتنين تبقى كام أربعة. لو هو مديني مساحة الأول كنت هنعمل معاصل زي اللي فوق. لو هو مديني مساحة الثاني كنت هعمل حاصل ضرب الترفين سوى حاصل ضرب الوسطين. وهو مديني مين المجموع ودي شرحنا لنا رضا مرة قبل كده. يبقى هنعمل مرة نسبة جديدة اسمها نسبة المجموع. مجموع ليه هجب نسبة المجموع عشان هو مديني المجموع. يعني لو كان مديني الفرق كنت هعمل نسبة الفرق طبعا. نجمع بقى النسبة انتو لبعض. تسعة زائد أربعة يديني تلتاشر. طب المية وثلاثين دي. عبارة عن مساحة الأول لا يا مستر. عبارة عن مساحة الثاني برضو لا. عبارة عن مجموع. هو عايز مساحة الثاني أو عايز مساحة الصغية. يبقى لو طالب مني في السؤال مساحة الأصغر أكيد هجب بتاعة الأربعة. هضرب كم في كم على كم؟ أربعة في مية وثلاثين عد تلتاشر. هتساوي تحسبها يطلع أربعين سنتيمتر مربع. لو عايز مساحة الأول هضرب تسعة في مية وثلاثين عد تلتاشر. سميت واحد هناك بيقول ما أنا ممكن يا مستر. المجموع عندي مية وثلاثين. وانت جدت ده أربعين أترحم من بعض. هيتطلع التانية تسعين والسؤال خلص. أشكرك إجابة صح. كده احنا خدنا الفكرة الأولى بس. في درس العلاقة بين مساحتي مضلعين متشابهين. وإن شاء الله يا أولاد هنكمل في الحصة القادمة.